ماذا لو خسر زعيم حزب العمال كاريس تارمر مقعده البرلماني في الانتخابات العامة فرضية قد تبدو واقعية إذا كان منافسه في الدائرة الانتخابية أندرو فانستاين الذي يحظى باحترام شعبي وسياسي لتاريخه النضالي في جنوب أفريقيا في مواجهة نظام الأفرتايد إلى جانب نيلسون مندلا الذي عينه مستشارا له في مرحلة لاحقة بالإضافة إلى إيمانه بتحرير فلسطين ومساندة قضية جوليان أسانج نحن نعتبر الرابع من يوليو تموز المقبل يوم الاستقلال في الحقيقة أشخاص كثيرون في الدائرة الانتخابية طلبوا مني الترشح لأنهم غاضبون جدا من حزب العمال ذلك أنه لا فارق برأيهم بينهم وبين المحافظين قيادة حزب العمال تستشعر الخطر ولسيما من الصوت المسلم وقد يكون هذا الفيديو الذي سرب لأنجلا راينر نائبة حزب العمال البريطاني خير دليل على ذلك حيث تظهر وهي تستجد الناخبين المسلمين للتصويت لصالح العمال متعاهدة في حال الفوز في الانتخابات الاعتراف بفلسطين وإعادة إعمار غزة محاولة يبدو أنها فاشلة في ظل تقدم أكثر من 1300 مرشح مستقل إلى الانتخابات البرلمانية يمكن للناخب أن يعبر عن غضبه مما يجري في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي لكن الأكثر فعالية هو في وصول من يمثلهم إلى السلطة على سبيل المثال جورج جالوي وحده يواجه كل الأحزاب ماذا لو كان إلى جانبه أكثر من 15 برلمانيا هذا الأمر سيحدث فرقا كبيرا موقف زعيم حزب العمال من الحرب على غزة كان قد أثار نقمة عند المسلمين فالمسلمون المقدر عددهم بنحو 4 ملايين شخص كانوا قد صوتوا لصالح حزب العمال بأكثر من 80% في الانتخابات الماضية لكن أصواتهم ستذهب إما لصالح مرشح حزب العمال الذين صوتوا في البرلمان لوقف الحرب في غزة أو اختيار مستقلين لتمثيلهم في مجلس العموم استطلاعات الرأي تتنبأ بفوز تاريخي غير مسبوق للعمال على المحافظين في الانتخابات العامة توقعات إن صحت فلأن الناخب البريطاني مستاء ومحبط من حزب المحافظين أكثر من إعجابه بقيادة العمال الأمر الذي قد يصعب مهمة الحكومة العمالية المقبلة إذا اعتمدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذاتها مستسر لندن الميادين